لم تكت تمضي أيام على إعلان الأمم المتحدة هدنة لمدة شهرين بين الحكومة الشرعية وميليشي الحوثي حتى عاودت ميليشي الحوثي خرقها لقرار الهدنة من خلال تكثيف هجماتها على محافظة مأرب ومواصلة تعزيزاتها العسكرية باتجاه المحافظة في انتهاك واضح لاتفاق يوقف إطلاق النار الهجمات الحوثية التي استهدفت مواقع الجيش جنوب مأرب وتركزت تحديدا في جبهة الععيرف تمكن الجيش الوطني من صدها ملحقا العديد من الخسائر في صحوف الميليشي الحوثية لم تكتصر الخروقات الحوثية على جبهات مأرب حيث أكدت مصادر في الجيش رصد العديد من الخروقات وتزايدها خلال الأيام الأخيرة وشملت جبهات محور تعز والحديدة والجوف وأبيان وحجة وأمام الخروقات الحوثية المستمرة حذر مجلس القيادة الرئاسي من استمرار هذه الخروقات مؤكدا التعامل بحزم معها داعيا في الوقت ذاته الأمم المتحدة إلى إلزام الميليشيا بالالتزام بالهدنة ورفع الحصار عن مدينة تعز وصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الإنقلابيين ومنذ بدء سريان الهدنة أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن ميليشيا الحوثي ارتكبت نحو مائتين وثلاثة خروقات للهدنة في مختلف المحافظات مستغلة غياب الطيران والتزام القوات الحكومية بالهدنة الشبكة أضافت أن الخروقات الحوثية تسببت بمقتل نحو ستة عشر مدنيا وإصابة نحو سبعة وعشرين آخرين بينهم نساء وأطفال وكبار في السن واختطاف ستة وأربعين مدنيا بينهم أطفال في عدد من المحافظات ليست المرة الأولى التي تقوم فيها ميليشيا الحوثي بخرق اتفاقات الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة حيث بات ذلك سلوكا دائما تنتهجه الميليشيا للحصول على بعض المكاسب على الأرض مستغلة تساهل المجتمع الدولي إزاء الخروقات التي ترتكبها وغياب الضغط عليها لفرض اتزامها بالهدنة